سلمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسمياً الملعب البلدي لمدينة زايو التابعة إقليمياً لعمالة النظور للجهات المسؤولة قصد فتح أبوابه أمام الأندية المحلية وحضر هذا الافتتاح بعض مسؤولي الجامعة ومدينة زايو حيث يدخل هذا المشروع ضمن الشطر الثاني في تحديث مجموعة من الملعب بمختلف ربوع المملكة اليوم تم تسلم الملعب اللي كما تشاهدون ملعب زايو الشطر الثاني واللي خطط له سيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سي فوزي القجع وكذلك سيد محمد جودار رئيس لجنة البنية التحتية واللي تتابع عن كتب هذه المشاريع الثانية وهذا هو الأول ملعب هدفها الخير إن شاء الله في المرحلة الثانية الملعب الأخرى فهي قريبة تكمل ووصلات الأشغال دي لها تسعين في المية أو تسعين في المية أو تسعين في المية قبلنا للإخوان دي الجامعة اللي جاءوا باشي أولا في زيارة زيارة ورش للإنجاز دي التعشيب الإصطيناعي للملعب دي زايو تانيا كذلك من أجل تسليم هذا الملعب للجامعة نظرا لكون الفريق الرياضي دي النهضة عندنا بزايو عنده واحد الإكرهات أنه تلعب خارج الملعب ومن المنتظر أن ينهي استئناف هذا الملعب في حلته الجديدة معاناة بعض الأندية المحلية من التنقل إلى مدن أخرى من أجل استقبال مبارياتهم لعبنا 14 مقابلات جميعها خارج الميدان هذا السنة لذا الحمد لله كان الحمد ربي على هذا التسليم اليوم اللي تسلمناه باش إن شاء الله نقوم ندخله في المدينة دينا ونتريني وفي المدينة دينا اللي كي يدير شو العاناء دينا اللي عانينا في هذا الموسم اليوم الحمد لله بفضل هذا الملعب إن شاء الله جميع اللاعبين عادي يستفدوا منه خاصة فريق نهضة زي وشباب زيه وهذا الملعب كانت فائلوا بيه خير إن شاء الله وسيتم خلال المستقبل القريب مواصلة تسليم مجموعة من الملاعب في بعض المناطق التي تستهدف أندية الهوات وفقا للبرامج المسطرة مسبقا وفقا لنهي شكرا